عشان عايز اوصل رسالة بس للجمهور جمهور نادي الزمالك الكبير والعظيم نمرة واحد ان عمري ما كان في خلاف شخصي مبيني ومبين المستشار المرتضى مصور رئيس نادي الزمالك عمري ما كان خلاف شخصي بالنسبة له وعمري ما يكون ممكن هاجم نادي الزمالك او هاجم نتائج نادي الزمالك عشان خطر شخص انا مختلف معي او متفق معي بالعكس يعني نادي الزمالك عندي نمرة واحد نمرة اتنين مستشار متضطلع تلفز علي بالفاظ وقال كلام غير حقيقي يعني نمرة واحد قال ان خالد الغندور كان عايز يشتغل في المجلة مش عارف يعني اشتغل في المجلة بصراحة وهل المجلة دي مثلا حاجة كبيرة جدا يعني ان الواحد اشتغل فيها انا اولا مش صحة فيه نمرة اتنين ايه اشتغل في المجلة يعني خالد غندور ده كان اي واحد ماشي جنب النادي ليه تاريخ مالوش تاريخ يشتغل في نادي الزمالك انا عمري ما استفدت من النادي الزمالك ولا عايز استفيد يعني اه فكر يناشتغل في مجلة نادي الزمالك دي حاجة غريبة جدا يعني طب هل معنى مثلا كده ان انا كنت عايز يشتغل في مجلة نادي الزمالك فرئيس نادي زمالك رفض فانا اه مختلف معي عشان كنت عايز يشتغل في مجلة � hideky ده هو رئيس قناطة ابو زبي عشان اشغله. طيب لو انا لو انت بتتحايل على عقوب السعدي عشان تشغلني طب انا لو كنت عايز اشتغل في المجلة وانت رئيس نادي الزمالك ما كنت شغلتني يعني ايه العكس عكاس ده يعني في نفس الوقت انت رئيس نادي الزمالك وانت رئيس مجلس دورة المجلة فلو انا عايز اشتغل في المجلة اشغلني فانا كنت عايز اشتغل المجلة فما شغلتنيش. وفي نفس الوقت بتتحيل على عقوبة الساعة دي عشان يشغلني. يعني مبيتش فاهم يعني اتعادش غني ومشغلنيش وانا عايز ايه بالزبط. وفي النهاية انا اعلامي يعني يعني مش بشتغل في مجلة يعني يعني مشتغل في. نمرة اتنين لازم نستعرف كلها. ان كل القنوات اللي انا مشيت منها كانت بسبب المستشار مرتضى مصور. يعني كل القنوات. القناة ما مشيت كان بسبب الكلام اللي راح اتقال لنا اجيب سويرة اتقال لأكفر من واحد عشان يمشيني. تمام? دي نمرة واحد. نمرة اتنين. اما انا كنت موجود في كان سبب رحيلي ان انا بدخل المستشار الملتضى منصور معايا في قلتي سي. في كانت ممنوع في كل القناة وانا كنت بدخله. وساعات الناس تقولي ايش يا زوفرينيا دي خلت هو عشان ما بيخشش معك دلوقتي ما عليش محترامي. الموضوع هو ان هو ما بيخشش او بيخش معايا. انا انا ما بقيتش اتصل بيه خالص. لكن هنا السؤال. اما كان مشار الملتضى منصور كان ممنوع? كنت ساعتها بدخل مشار الملتضى اللي هو رئيس نادي الزمالك اللي حصل على دوري وكأس. وكان بياخد كل بطولات الصلاة. وكان في كرة اليد نمرة واحد. ومتاهل الكأس عالم لاندية. وكان كل البطولات على مستوى الكورة والصلاة وكده كان الراجل ماشي عشر عشر وكان بيتطور في نادي الزمالك من الداخل وكان بيبنيه من اول وجديد. فطبعا اه ده شيء. نمرة اتنين. اه لازم نستعرف كمان. ان ايه بداية الخلاف? مع 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 مشار الملتضى منصور. مشار الملتضى منصور اه كان معي الاستاذ ابو معاطي زكي والاستاذ بليغ ابو عايد في الدريب. تمام? مشار الملتضى بعضتي رسالة كانوا بينتقدوه بكل ادب واحتراب. هو لا يقبل النقط. فبعضتي رسالة قال لي انا عايز ارد وليه حق الرد. قلت برا الهوى قلت الاخراج والاعداد كلمه مشار الملتضى منصور له حق الرد. حتى ضيوفي قال له ما عندوش مشكلة. ما عندوش مشكلة. اول ما دخل راح قال الاستاذ ابو معاطي زكي. استاذ ابو معاطي ايه المرضى النفسيين اللي معاك دول. في المقابل استاذ ابو معاطي تنرفز استاذ بليغ ابو عايد وردوا عليه. وردوا عليه بنفس الرد. واتخناء او بتاعه وانتهت القصة. خلتهم يتكلموا برا الهوى. هديوا. رحت مدخلوا تاني ساعة كاملة. قاعد يتكلم وطلع كل جواه وانته. تاني يوم. انت جايب نفس تشتمني. انت جايب معرفش ايه. رغم ان هو دخل معايا وكل حاجة مش مشكلة. بعدها بتلات اربعة ايام كابتن احمد سليمان. احمد جلال رئيس تحرير الراديو. اه حابب ان كابتن احمد سليمان يعمل مدخل. وده رئيس تحرير البينامج. فدخل كابتن احمد سليمان. فازاي كابتن احمد سليمان يخش معايا في الراديو. وكأن كأن. بيعتقد المشاريع المنتظى منصور ان خلال الغندور ده يعني بيشتغل عنده. او مثلا اه ده برنامجه. يعني هو دايما يقول لك ايه. انا رئيس نادي الزمالك. لا احد يتدخل. انا اللي بقود السفينة. بتاع حضرة التقود السفينة. تغرأ. تمشي. تكسب. دي حاجة ترجع لك. لكن في نفس الوقت ليس لك علاقة ببرنامج الاعلامي. ببرنامج الاعلامي من حقه انه يعمل مداخلات مع اي حد. لانه لازم يكون عنده حيادية في تناول المواطيع. فانت ما تجيش تقول انا عندي حق الرد. وفي نفس الوقت لو اتكلمت على حد. فالحد ده عايز يخش. فما يبقاش له حق الرد. يبقى كده في تناقض. يعني ازاي انت بتطالب بحق الرد لو حد جاب سيرتك او تكلم عليك. وفي نفس الوقت انت تتكلم على الناس. ولهم ما دخلوا. يبقى لأ ما يخشوش وما لهمش حق الرد. ويبقى كل الناس بتشتت. ان دم إلى الا اتنين. بيتقال ان انا انا شتمت المشتري المرتضى وينزى عرف انا شتمت المرد تعbeld منصور في ايه? يعني ايه اللفظ اللي انا شتمت المشتري المرتضى منصور بيه? ولي هو كلام وخلاص. يعني كلام يعني لازم نقول خالد انظر شتمني. فخالد انظر شتمني ايه? في ايه? هل النقد بقى اشتيمة؟ عالما نقول مثلا فيه لعيبة جاية غير المستوى ان لازم يكون في ادارة لازم يكون في اختيار لازم يكون في استقرار كل ده اشتيمة اسمه اشتيمة في عرف وقموس المشهر الملتظم منصور ده برضو حاجة اه لا منطقية. الامرة الاثنين الغريبة بقى والعجيبة المشهر الملتظم منصور يقال يعني والله يا عظيم انا مش متابع بس ناس بتقول لي والله ان المشهر الملتظم منصور دخل قال انا ايام ما كنت موجود خليت غاد غندور يعتزل ويمشي يروح الترسنة وده كلام غير حقيقين بالمرة. بالعكس. ده المشهر الملتظم منصور هو اللي كان واقف جنبي يعني ايه? المكتب منصور في ذاك الوقت. و انا قلت الكلام ده وهو موجود معايا. بعد اكتر من سنة وهو عارف الموضوع ده فمش عارف يتغير المشهر المتظم منصور ازاي? اذا كان الدكتور كمال دارويش كان داخل الانتخابات ضد المشهر الملتظم منصور فاطرع المشهر الملتظم منصور وقال خاسد غندور تاريخه اكبر من تاريخ كمال درويش. فالدكتور كمال درويش زعل وساعتها قرر انه ايد رضا سيكا وما يأيدنيش انا. سفرت البرتغال مع فنجادا كنت احسن لعيد في المعاسكر في وجود دكتور كمال درويش. ورغم كده اصر. والمشتر المتضم مصور يكلمني اكتر من مرة والله هتتأيد يا خالد والله انت هتتأيد. انت العيد كبير انت انت يعني المشتر المتضم مصور كان مساند لي. كان هو اكتر واحد عايزني ابقى في نادي الزمالك. له الخلاف الانتخابي ما بين وما بين الدكتور كمال درويش. وانا حكيت الموضوع ده في اكتر من الموقف. وان المشتر المتضم مصور كان مساند لي. هو عايزني اقعد. والدكتور كمال هو اللي عايز نمشي. وكان خلاف انتخابي. واععد رضا سيكا. وريضا سيكا ساعتها طول الموسم. ملعبش ولا ماتش. رغم من فنجادا بعت ورقة بيطالب ان انا لازم اكون موجود في الفرقة. وظلمت. مش مهم. ما فيش اي مشكلة. فاذا يعني يعني اعتزل او انا موجود. اه كنت ناق. بس انت اللي كنت عايز نقعد يعني انت راجل مساند لي يعني انا راجل سعيد بيك. بعد كده الكلام ده يا جماعة كانت سنة. الكلام ده يعني كانت سنة الفين واربعة مسلا يعني. ومشتر المتضم مصور كلمنا وشوفنا بعض وبقى ضيف معايا في اكتر من برنامج. اللي رجعنا لتلاتاشر سنة ورا يعني. هو اي خلاف وايه حازم يا ماما عليه ضرائع مش ايه ايه ايش دخل ده في ده انا بقيتش فاهم حاجة بصراحة. اه انا بوجه رسالة من هنا. مش شوف المتضم مصور على فكرة. في النهاية يعني هو مش خناءة يعني ما هو ممكن بعد كده بعد شهر شهرين تلاتة نرجع نتصالح ونتكلم وابقى فيه علاقة طبيعي ومنطقة هي مش خناءة يعني هي في النهاية حبا فيه نادي احنا كلنا بنحبه. وابنحترم ومتمنيه له الخير. يعني انا غندور. اسعد انسان في الدنيا لما لاقي المسشار المرتضى منصور ناجح في عمله وناجح في ادارة النادي. وبيجيب بطولات. لكن هل ينفع? المسشار المرتضى منصور يطلع في التلفزيون بقرار كده ديكتاتوري من نفسه كده. من غير اجتماع مجلس ادارة. الخامسة دول مش داخلين النادي. طب او حضرتك عملت اجتماع مجلس ادارة مش فيه الف به. في حاجة اسمها الف به في الادارة. اسمها اجتماع مجلس الادارة. فيها تحقيق مثلا في في اي حاجة. يعني ما احترام يعني نادي الزمالك. بحدش يقدر يمنعنا من دخوله. لان نادي زمالك ده احنا تعبنا وعرقنا ولعبنا سبعتاشر سنة وجيبنا بطولات قد كده في نادي الزمالك. ولازم نعرف برضو ان نادي زمالك ملوش صاحب. نادي زمالك مش واحد شريع. نادي زمالك له رئيس. رئيس بينتخب من اعضاء الجماعية عمية. ثم عيب قوي اما يتقال ان الناس دي لو جدت. اعضاء الجماعية عمية هتضربنا بالجزة المبتعة. ده عضاء جماعية عمية كلهم صحبنا واصدقائنا. وعلى راسنا من فوق. وكلهم ناس محترمين. وكلهم بيقدروا الناس اللي تعبوا داخل النادي. ثم ان اعضاء جماعية عمية مقاسمين بين اهلوية وزمالكوية زي اي نادي. زي في النادي الاهلي. مسلا طبع انا اختي مشتركة في النادي اهلي وزمالكوية. وبالتالي لابد ان انا اكون قوي اقول لو جمهور الزمالك هيضربهم. يعني لازم امسك جمهور ملايين من الماليين. كل اللي احتراموا التقديري وعضاء الجماعية عمية. وانا اتمنى ان الاحد يتكلم بالسانهم ان هم هيضربوا لعيبة زي حازم امام او احمد حسن ميدو او محمد ابو عيلا او ايمان يونس او انا بالجزة معيب يعني. في النهاية مرة واثنين وثلاثة. الخلاف بيني وبين المشار متمنصور ليس خلاف شخصي. له كل التقدير والاحترام لكن هو خلاف على ادارة النادي واسلوب ادارة فريق كرة القدم بالذات. وهذا الموسم هو موسم سيء جدا بالنسبة لكرة السلة للطيرة لليد لكرة القدم لقطع النشيئين لكل حاجة. فلازم هو يراجع نفسه ويبتدي يسمع الناس ويبتدي يصح من الاخطاء السابقة ويقول انا اه 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 في كزا وكزا كزا غلط ولازم اعمل كده. وهنا السؤال عندما يتكلم المشار المتدى نصور ويقول انا جايب تلاتة دوري وجايب معرفش اتنين كاس وجايب كاس معرفش اه في النهائي وقدامي الاهلي وصلت النهائي افريقيا حلو. لازم هو بقى يقول انا ليه السنة دي خسرت الدوري بفرق حاجة او عشرين نقطة. ليه السنة دي قلت ان المباراة هتعاد ولم تعاد ولجنة التظلمات ما طلعتش قرار لغاية دلوقتي. وليه كمان مودتش الملف اه في موضوع اه فتح باب الانتقالات او اه او التبديلات دي في يناير. وليه اه لغاية دلوقتي كنت زمالك ما فتحتش. وليه اه 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 مفيش استقرار في المدربين. ومين اللي يجيب المدربين? ومين بيجيب اللاعبين? وبرضو لازم نراجع نفسنا. حسات المشارك انت ما انت تعاقد مع اللاعبين? وانت ايضا اللي بتقول لعيبة سلاموا عليكم انتوا لا تصلحوا. يعني انا يعني وتعالى نراجع بعد كده تلات سنين اللي فاتوا. كم لعيب جم بملايين الملايين لنادي الزمالك وماكملوش المشوار. وكم لعيبة عشان نكون منصف كام لعيب نادي الزمالك جابه ومستفد منه. زي كهربة. زي مفتاحة فاتحي. اه العيبة جدت بمبالغ مش كبيرة. واتبعد بمبالغ كبيرة ونادي الزمالك استفد منها. لكن في لعيبة كتير جدا جدا جدت نادي الزمالك مشيت ولم يستفد نادي الزمالك منها نهائيا. وجد بملايين. والخوف كل الخوف ان كل سنة اغير عشرة واثناشر وطلتاشر وربعتاشر لعب. ما فيش استقرار في الفريق. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. هو ده اللي احنا بنتمنى لنادي الزمالك ان يكون في استقرار. والنادي زمالك يروح للافضل. واتمنى ان اعلاميا النشاء المتضى يكون مقل. وان هو كما يجي يتكلم مع رموز النادي يتكلم معه في الغرف المغلقة. وانه يترك الاعلاميين اشتغلوا شغل.